المهم أن الجزائر تحركت بسرعة ونحن نعلم بأن الجزائر كانت تحاول إعادة تأهيل بشار الأسد في القمة العربية عملت كل ما في وسعها من أجل أن يحضر بشار الأسد وتعود سوريا إلى مقعدها في جامعة العربية عبر بشار الأسد غير أن ذلك قوبل من طرف دول بالرفض دول عربية ذات نفوذ كبير قوبل بالرفض التام ثم بعد ذلك راحت الجزائر نسجت سيناريو مع بشار الأسد حيث أرسلت رمطال العمامرة إلى بشار الأسد طلبوا منه أنه هو اللي يعتذر ويطلب أنه لا يطرح أو لا تطرح عودته إلى مقعده في سوريا في الجامعة العربية لحفاظا على وحدة العرب يعني كأنه هذا اللي جاب الروس يحتلوا سوريا وجاب الميليشيات الإيرانية تقتل في السوريين وفعل ما فعل في بلاده قبل بلدان غيره يتهموا وحدة سوريا وتهموا وحدة العرب وما إلى ذلك هذا الكلام الفارغ المفضل الجزائر نقولها لكم راهي وجدت في هذا الزلزال فرصة فرصة كي تحاول فك الخناق على نظام بشار الأسد من خلال العقوبات الدولية لأنه لو أن الجزائر قدمت مساعدات ورفضت يقول لك لا شوف وكذا 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 سارعت مباشرة خلينا نتكلم أولا هل هذه المساعدات اللي قدمتها الجزائر إنسانية بالفعل نعم الجزائر قدمت مساعدات إلى تركيا هذه لا غبارة عليه وتستحق الشكر لأنها دولة موحدة دولة عندها مؤسسات عندها نظامة عندها حكومتها عندها أمورها كل هذا أمر لا غبارة عليه ولا ننتقده ولا عندنا مؤخذة عليه نتكلم في الجزء الذي يخص سوريا النظام الجزائري قدم مساعدات قال بأنها مساعدات مساعدات إلى النظام عندما قلنا قال لك لا وينشر في أخبار حماية المدنية أنهم شاركوا في يعني إنقاذ بعض الأطفال وكذا وكذا في سوريا في مناطق في حلب هذه المناطق مناطق موالية للنظام أنا لست ضد أنك تساهم في إنقاذ الناس بغض النظر عن مواقفهم السياسية موالين ولا معارضين هذا شأن آخر ولكن الكارثة الكبرى لذرة أكثر هي المناطق هذه خارج سيطرة النظام لأصلا النظام دمرها بالبراميل الجزائر نتحدى الحماية المدنية ونتحدى النظام الجزائري يقدمنا فيديو واحد يثبت أن ما أرسله ذهب إلى المناطق غير الموالية للنظام أصلا بشار الأسد أجزم لكم بأنه في قمة سعادته لأن هذه المناطق خارج سيطرته فيها ناس بتاع المعارضة عندهم قوة مسلحة كلها خارج سيطرة النظام وأن هذه الكارثة تسعد قلبه يعني اللي ما قدرش يحققه بالبراميل هاو حققوا بالزلزال يعني أنتم في رأيكم أنكم ترسلوا مساعدات للنظام رح يرسلها إلى هذه المناطق كيف رح يرسلها؟ هل يسمح النظام لي أن هذم الناس اللي يمشوا للجزائريين اللي يمشوا ممكن يمروا إلى المناطق اللي خارج سيطرته؟ أبدا كل المساعدات مشات إلى النظام وعطاوها للنظام والنظام خلى لهم فرصة أنهم يروحوا يقوموا يساهموا في عمليات الإنقاذ في المناطق اللي يسيطر عليها النظام كيبعض الناس يكتبوا عبر شبكات تواصل الاجتماعي كيفاش يعني الحماية المدنية تروح طرح تعرف بأنه هذا قبل ما تنقل تسقسيه أنت موالي ولم غير موالي هذا الغباء اللي تنشر فيه عبر شبكات تواصل الاجتماعي راه مفضوة عندما تروح ترسل مساعدات وفي رق إنقاذ تروح غير المناطق الموالية خلاص هذا هو شي حوص النظام ولكن المناطق الأخرى غير موالية أليست سوريا ألا تستحق أيضا المساعدات اللي هي الآن راهي فيها نداءات من الداخل تقول فيها ما كانش مساعدات وإليكم مثلا هذا النداء لأحد سوريين فيها أطفال عبي تسألوا عبي تسألوكم أنتوا ليش تركتونا وحدنا ليش ما تحركتو ليش ما حركتو حكوماتكن لأنه تتحرك لآجلنا ليش خليتو المعبر الوحيد اللي هو معبر باب الهواء اللي هو المتنفس الوحيد إنه يتسكر ليش عم تخنقونا ليش ما بتعاملوا معنا كبشر ليش ما بتعاملوا إنه نحنا بشر مثلنا مثلكون تخيل طفلك سامحني سامحني على التخيل على طالبك تخيل تخيل طفلك تحت هذا الركام وإنتي قاعد هون صافي لا تتركوا أطفالنا تحت الركام لا تخنقونا خلونا نتنفس ما بدنا أكتر نهيك ما بدنا أكتر نتنفس نفذل نطالع أطفالنا وعوائلنا من تحت هذا الركام خليه يتنفس وما أيضا هذا النداء من شخصية هو اللي يقود وهو مسؤول على الإهها اللي هي مؤسسة إغاثية تركية لأنا شخصيا شاركت معاها في حملات انتع إغاثة للسوريين وهي مؤسسة عريقة وهذا الرجل لديه قيمته وتأثيره ويستحق كل الاحترام والتقدير على مدى المسئولية والأمانة في إيصال المساعدات إلى ذويها سوريا ديز arkamızda görüyorsunuz enkazlar var سوريا'nın içerisinde birçok yerde böyle enkazlar var şu gördüğünüz tarafta 80 tane insan enkazın altında burada 20 tane olduğu düşünüyor orada bilmem kaç tane olduğu düşünülüyor cesetler çıkıyor işte dün sadece bir 16 yaşında kız çocuğu çıkartılabilmiş önce bir su verilmiş sonra onu oradan çıkarabilmişler ama سوريا'da enkaz altında kalanların çoğu vefat etmiş testler dinleniyor burada tabi çalışanlar devamlı bombardıman altındaki enkazlarda çalıştıkları için biraz daha gayretli tecrübe sahibi olmuşlar ve hızlı hareket ediyorlar ama dediğim gibi buradaki binalar çok sağlam olmadığı için insan kaybı çok daha fazla bu arada tabi Türkiye'den ve İslam aleminden ve dünyadan gelen yardımların burada yansıdığını gördük özellikle körfezden gelen yardımlar da buraya yansıyor sadece Türkiye'de kuruluşlar yani bizimle olan irtibatlar değil Suriyeli kuruluşlar da burada güzel çalışıyor Allah'a şükürler olsun İslam dünyası sivi toplum kuruluşları açısından insani yardım kuruluşları açısından çok önemli yol almış insanlar mutlular yani bu sivi toplum kuruluşları bu yardım kuruluşları adeta melek hükmünde bir yerde çorba dağıtıyorlar bir yerde arama kurtarma yapıyorlar bir yerde psikolojik destek veriyorlar bir yerde seslerini dünyaya duyuruyorlar Suriye'yi unutmayın özellikle Arap dünyasına İslam dünyasına Türkiye'de kardeşlerime sesleniyorum Suriye'yi unutmayın 12 yıldır zaten acı çekiyorlar şu anda acıları daha çok katlandı daha çok yardıma ihtiyacı var bunların ve biz bunların da yanında yer alacağız buraya geldiğimizde bize sordukları Türkiye nasıl Türkiye'de neler oluyor o da beni duygulandırdı çünkü vefa sahibi insanlar yani bunca yıl yardım ettiniz bize bizim de acımız var ama sizin acınızın büyüklüğünü görüyoruz sizin için dualar ediyoruz size de yardımlar gönderiyoruz bugün öyle bir hale geldik ki Gazze'den Türkiye'ye yardım geliyor Suriye'den Türkiye'ye yardım geliyor Türkiye'den Suriye'ye Gazze'ye yardım gidiyor fakiri zengine zengini fakire fakiri fakire zengini zengine yardım veren hale geldik bunda katkısı bulunan herkese çok teşekkür ediyorum devam edeceğiz çünkü cennetin yolu buradan geçiyor Allah'a hepinizden razı olsun abone ol abone ol abone ol abone ol abone ol اشتركوا في القناة